من جديد أهلا بكم مشاهدين علم اليوم من أعلام الفكر والأدب الإسلامي في الجزائر وهو زميل عبد الحميد بن بديس في قيادة الحركة الإصلاحية ونائبه أيضا في رئاسة جمعية العلماء ورفق نضاله لتحرير عقل المسلم من الخرافات والبدع إنه شيخ محمد البشير الإبراهيمي والذي ولد في الرابع عشر جوان تسعة وثمانين ثمانمائة وألف بولاية برج بورريج تعلم بمسقط رأسه على يد والده وعمه شيخ محمد المكي الإبراهيمي فجعل له برنامجا تعليميا في ليله ونهاره وكان يملي عليه من الشعر العربي القديم والمحدثين حفظ شيخ القرآن مع معالم مفرداته بعمر تسعة سنوات وفي أثناء هذه المدة حفظ المتونة المهمة في العلم وتفقها في قواعد النحو والفقه والبلاغة وبعد أن توفي عمه خلفه الإبراهيمي في التدريس فانهال عليه طلبة العلم من البلدان القريبة غادر الجزائر سنة تسعمائة ألف وتسعمائة وأحد عشر واستقر بالمدينة المنورة أين تابع تعليمه وخلال عام ألف وتسعمائة وثلاثة عشر تعرف على عبد الحميد بن بديس بالمدينة المنورة ليتلقى تكوينا في اللغة والفقه والعلوم الإسلامية عام ألف وتسعمائة وستة عشر انتقل إلى دمشق حيث اشتغل بالتدريس إلى عام ألفين وعشرين حيث عاد إلى أرضي الوطن واستقر بمدينة الصيف وبدأ دعوته إلى الإصلاح ونشر العلم في مدينة الصيف كان على اتصال مع الشيخ عبد الحميد بن بديس والذي زاره عام أربعة وعشرين تسعمائة وألف وعرض عليه فكرة إقامة جمعية العلماء وبعد التأسيس أختير الإبراهيمي أقول أختير الإبراهيمي أين هي؟ نعم بعد تأسيس أختير الإبراهيمي نائبا لرئيسها وانتدب لنشر الإصلاح في غرب الجزائر وفي عام تسعة وتلاثين تسعمائة وألف كتب مقالا في جريدة الإصلاح فنفته فرنسا إلى بلدية آفلو في صحرائها الجزائر بعد وفاة عبد الحميد بن بديس انتخب رئيسا لجمعية العلماء وهو لا يزال في المنفى ولم يفرج عنها إلا عام ثلاثة وأربعين تسعمائة وألف أعتقل مرة ثانية عام خمسة وأربعين تسعمائة وألف وأفرج عنه بعد سنة وفي عام سبعة وأربعين تسعمائة وألف عادت مجلة البصائر للصدور وكانت مقالة الإبراهيمي فيها من الضروة العليا من البلاغة ومن الصراحة والنقد القاسي لفرنسا وعملائها متابعا مراكز الجمعية وفروعها بفرنسا والتي كانت أول مراكز إسلامية في أوروبا لتتعطل بعدها بسبب الحرب العالمية وسرعان ما عاد للنشاط وتوسع ولم يقتصر على العمال الجزائريين بل شمل أيضا طلبت الجامعات بفرنسا من أبناء الجزائر كما أصدر الشيخ جريدة الشاب المسلم الناتقة باللغة الفرنسية انتقل عام اثنتين وخمسين تسعمائة وألف إلى المشرق واستقر بالقاهرة العاصمة المصرية وبقي هناك إلى غاية اندلاع ثورة التحريرية إذ أصدر بيان جمعية العلماء المسلمين والداعي إلى التفاف الشعب بالثورة التحريرية المجيدة وفي مصر كان له نشاط لصالح القضية الجزائرية إلى غاية الاستقلال توفي شيخ المحمد البشير الإبراهيمي يوم الخميس العشرين مايه خمسة وستين تسعمائة وألف بعد أن عاش حياة كلها كفاح لإعادة المسلمين إلى ديمهم القويم ولذلك سمي بجاحذ عصره بهذا مشاهدين نأتي وياكم إلى طي أوراقي هذا العلم علم آخر في موعد لاحق إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر